استكمالا لعملية التطهير التي ينفذها رجال القوات الحكومية في محافظة حجة شنت وحدات عسكرية هجمات مباخسة على مواقع وثكنات الميليشيات تمكنت خلالها من استكمال تطهير مثلث عاهم وعدد من القرى المجاورة له في المحافظة في خطوة نوعية وخاطفة تكبدت خلالها عناصر الحوثية الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وبذلك تكون القوات الحكومية استكملت السيطرة على واحدة من أهم مناطق الميليشيات وقطع خطوط الإمداد عنها مصدر عسكرية أكد أن القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة نفذت عملية عسكرية واسعة مسنودة بغطاء جوية تمكنت خلالها من أحكام السيطرة على قلب مثلث عاهم وست قرى مجاورة مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح وأسر ثلاثة آخرين كما تم استهداف ثلاثة أطقم عسكرية وعربتين القوات الحكومية كانت قد نفذت مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية مماثلة باتجاه مثلث عاهم الاستراتيجي تمكنت خلالها من قطع الخط الاسفلتي الرابط بين مثلث عاهم ومديرية مستبى لتستكمل السيطرة على قلب المثلث وعدد من القرى المحيطة مثلث عاهم يعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي جبهة حرض بالمؤن كما يقطع خطوط الإمداد القادم إلى محافظة صعدة وعمران وبالسيطرة على المثلث يسهل تحرير مديرية حرض ومستبى وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات اشتركوا في القناة